ازايكم وحشتوني جدا الفيديو نهاردة جميل جدا لتفتيح الجسم او البقع اللي قابة تفتحها او انها هتتفتح بسرعة الوصفة دي جميلة جدا جربيها تفتيح حلو جدا اه مش من اول مرة ايا من اول 3-4 مرات كده على المدومة هتبقى حلوة جدا عشان نبقى صرحة الوصفة دي حلوة قوي وجميلة جدا وبتفتح تحت القبط وبين الفخاد والضهر والاماكن اللي بتبقى عند السدر والبطن الوجه حلوة قوي قوي وامينة يلا بينا نشوف الوصفة بس ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناة فعلى الجرس وكل الجديد يوصلك ان شاء الله اول باول ويلا بينا هنا معايا واحدة من البطاطس وهبدأ ان انا قشرها اهم حاجة انها هتكون حجمها معقول احنا كل اللي هنحتاجه من البطاطس بتاعتها الميا فانا هقشرها دلوقتي معاكو وهبدأ ان انا ابشورها هحاول اجيب مبشرها صنونها دايقة زي دي كده عشان انا عايزة استفاد بكمية المياه اللي بتبقى في البطاطس هبدأ ان انا ابشورها زي ما انت شايفها بشر نعم البطاطس من الحاجات الجميلة جدا اللي بتزيل البقع والتصبغات والكلف والنمش واي سواد عندك زي طبقة كده بتبقى مترقمة من السواد مش عارفة تشيليها او تزيليها باي حاجة فالبطاطس من الحاجات الجميلة جدا ممكن تقسمي كمان البطاطساية البطاطساية حلوة دي البطاطس نصين وبتمسكي النص وبتبدأي على المكان اللي فيه سواد وتبدأي تعملي منع حركات دائرية يوميا هتلاقي فرق كبير جدا السواد هيروح تماما هنا انا خلاص بشرت البطاطس بتاعتي وهبدأ ان انا اجيب طبقة تاني ويمصفى عشان ابدأ اصف فيها تمام كده هبدأ اجيب البطاطس بتاعتي حبة بحبة وهصفيها علشان المصفى بتاعتي قد المعلقة يعني مش هتاخدهم كلهم هاخد حبة بحبة كده وابدأ انزل المية اللي انا عايزيها بتاعتي البطاطسا امام كده خلاص انا كده صفيت المية كلها بتاعتي البطاطسا هم تلعو حبة صغيرة عشان كده بقولك افضل نكتعمل الحاجة اول باول افضل بكتير ده معايا اسمه شوفان لو ما عنديكيش ممكن تستبدلي بالحمص المطحون الشوفان ده بيبقى شكله انا طحناه بس هو بيبقى شكله كده هو حبيبان شايفين ده شكل الشوفان بتشتريه عادي ممكن سايب او في اكياس اي نوع شوفان المهم ان يكون نوع نضيف عشان الحاجات دي بتحطيه على بشرتك تمام كده وانا طحناه في المطحونة بتاعتي وبقى بودر بالشكل ده انا هياخد منه معلقة والشوفان ليه فوائد كتير جدا مغزية داخليا وخارجيا يعني كمان ليه فوائد بتخلي البشرة ناضرة وبتفتيح مورد ويه كمان التفتيح بيبقى ملحوظ جدا فحلوة او الشوفان عموما في التفتيح هياخد كمان معايا معلقتين من مية الورد بالشكل ده وهقلبهم بقى كويس قوي لحد ما يبقى معايا شبه الكريم مش كريم ناعم قوي ولا كريم آآ جامد جدا يعني انا عايزة اللي هو في الوسط تمام كده شايفين ركزوا في القوام وركزوا في الوصفة عشان تطلع معاكم نكحة عشان كل اللي بيكتب لي كومنتات في معظمه بيقول لي انا الوصفة بتطلعش معايا نكحة ليه آآ الوصفة بتطلع معايا مش مظبوطة ليه تبعي الوصفة للاخر علشان تاخدي من الوصفة نتيجة مضمونة حطيت معلقتين ميت ورد انا كده حطيت معلقة في الاول وقلبت وبعدين حطيت المعلقة التانية اهو بصوا ده القوام اللي انا عايزة بتاع الوصفة اللي لسه مشتركش معايا ينزل يشترك معايا في القناة ويفعل الجرس عشان كل جديد يوصلوا اول باول وما تنسيش تعملوا لي لايك حلو زيكو علشان الجديد كله يوصل لكو والفيديو يوصل اكبر عدد من المنات وكلنا نستفاد مع بعدينا هاخد كمان معايا معلقة من الحليب البودر معلقة واحدة كده مليانة طبعا الحليب البودر ليه فوايد كتيرة جدا لتفتيح البشرة وكمان بتنعم البشرة وبتقلل المسامات وكمان بتلعب على الانسجة بتاعت البشرة فبتخلي البشرة شكلها حلو مورد وشكلها حيوي ما فيهاش اي عيوب ولا اي مشاكل باذن الله الوصفة جميلة جدا اندوم عليها ما فيهاش ولا لمون ولا اي حاجة عشان الناس اللي بشرتها هستسافة وصفة جميلة جدا وسهلة جدا هنا هياخد سنة صغنونة جدا من الفازلين عشان محدش يقول دي هتبقى لازكة او دهنية بسوا قد ايه بس فوايد الفازلين تحفة جدا لتفتيح البشرة وبيشيل الطبقة الميتة وبيشيل الجلد الميت وبيشيل اي رواصب على البشرة فالفازلين تحفة فهي الحتة دي مش هتأثر معاك في حاجة خالص كمان لناس اللي بشرتها دهنية تستخدمها امينة جدا بنفس الطريقة او بنفس الكمية مش هتحس باي حاجة جربي الوصفة واكتبيلي في الكمنت الوصفة عملت ايه الوصفة اه نظامها ايه اه اتفرجي على الفيديو للاخر عشان تشوفي الفيديو كل تكاتو عشان تقدرت اعملها صح فبجد زي ما بقولك اعمل الوصفة هتطلع معاك انك حمية في المية اه بصوا ده القوام اللي انا عايزة شايفين القوام بتاحها كريمي كريمي يعني ما تجي نجربها ونشوفها تبقى عاملة ازاي القوام بتاحها وزي ما قلت الوصفة تستخدميها في اي مكان في الجسم او للوش او لأي مكان فتعالوا نشوف القوام بتاحها بصوا القوام بيفرق اه بيفرق طبعا لو عملناها سهلة مش هتاخد منها اي نتيجة لو عملناها تقيلة ومتمسكة مش هتثبت ومش هتثبت معاك خالص ده القوام اللي احنا مطلوب عشان بتسيبها تنشف تماما يعني هنستنى لما تنشف ونشوف شكلها كمان لما بتنشف هتبقى عاملة ازاي اهم حاجة بقى في التكة دي اما بتحط الوصفة على الجسم او اي حاجة التكة دي مهمة جدا افضل في طريقة مساج عشان الجلد مساماته اه تدخل فيها الوصفة بتاعتي فالجلد بتاعي والانسجة بتاعت الجلد تستفاد بالوصفة فلازم ان انا افضل اعمل حركات دائرية طول ما انا حطى الوصفة لمدة خمس دقايق وبعد كده بسيب الوصفة تنشف معايا تماما يعني انا افضل كده اعمل حركات دائرية دي على فكرة اللي هتديك نتيجة ملحوظة من اول مرة يعني الحركة دي اللي هتديك لاي نتيجة وصفة من اول مرة بشكل ملحوظ فهمتي اه يا رب كده قد اكون قدرت وصلت بس الحتة دي او الوصف الكلمتين دولت عشان في ناس كتير بردك مش بتبقى فهمة الحتة دي انا هستنى بقى لحدة ما تنشف خالص بصوا انا كده خلاص شبعت ادية من الوصفة وهسبها بقى تنشف خالص وهرجع اه 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 او الريكي هنا خلاص انا سبتها حوالي ربع ساعة قدام المروحة ونشفت ببدأ اخد افرق بقى بصوا هي الوصفة فيها بتاديت تنشف بصوا بتاديت تعمل ايه ان تحس كده في تفتيح يعني بين الايدي اللي انا بعمل بيها وبين الايدي التانية في فرق واضح وفي اه الدنيا ملحوظة يعني فبتبدأ تفرقي الحركة دي اختيارية لو انت مش حابة تفرقي ممكن تغسلها تحت الحنفية على طول ما فيش مشكلة بمية بردة وبعد كده بتبدأ ان انت ترطبي بعد الوصفة اه بس انا بفضل الفرقة دي ليه عشان لو فيه جلد ميت في الجسم فيه اي حاجة اه متراكمة في الجسم مش عارفة توصل اه ان انا اطلحها اه مثلا بالليفة او اي حاجة الحركة دي حلوق او انها اطلع لي اي حاجة ان كان سواد ان كان جلد ميت اي حاجة وحشة يعني شايفة الوصفة في ادية زي التين اه فاتطلع لي بكل الحاجات اللي مش كويتة اه في الفرقة دي فدي من نسبالي انا بفضلها فدي حاجة بقى اختيارية لكي انت حابة تفرقي ما فيش مشكلة حابة تخسلي على طول ما فيش مشكلة بس انا قلتلك ايه فايدة الفرق وايه فايدة الغسيل على طول اه شايفين كده النتيجة اهي يارب بتكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم تنسوش اللايك ومتنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم ومتنسوش اللايك اهم حيك باي باي